أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم النقدي لنحو 142 ألف أسرى في صورة إعانات ومنح نقضية ذلك تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح التحالف أن 142 ألف أسرى تسلموا إعانات ومنح نقضية وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 125 مليون جنيه مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وسعياً من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحى المبارك وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة